بين الوريد والشريان فرق شاسع كان للعراق حظ الوريد لا حظ شريان المنافذ فالانفاس العراقية كان يشوبها الفساد واشباح سراق البلاد فكان وريد صحب الانتاج والارباح والخفاء على مدى اعوام مريرة سيد الحدود والمعابر قل ان في بعض الفرح على تحقيق انتصار ما قد يشوبك حزن على ما قد مضى وما مضى يثقل كاهلك كعراقي عندما تكشف لك الارقام الفلكية مقارنة بشح ارباح المنافذ السابقة تقول التقارير التي تؤكدها هيئة المنافذ الحدودية ان نحو اربعة ملايين دولار والدات يوم واحد فقط من المنافذ الحدودية بعد ضبط رئيس الوزراء وسيطرة الجيش العراقي عليها مصدر في هيئة المنافذ الحدودية يرفع الستار عن حقيقة مؤكدة تثبت ان والدات شهر تموز من عام 2020 اعلى بنحو خمس مرات من الفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من انتشار جائحة كورونا تضاعفت الوالدات خمس مرات في شهر واحد اذا فرحة بارقام كبيرة لكن الحزن بتساؤل المشروع يطرحه العراقي اليوم اين واردات المنافذ العراقية خلال الاعوام الماضية اما الاجابة فقد تطول وتطول وتدخل فيها تفاصيل اقتطال المطامع ما يكشف عن نفوذ ايراني بحسب مراقبين في حالة نفوذ الايراني وفي حالة تفشي كورونا فان الوباءين كشفا بمجهر الكاظمي وبيقظة طال انتظارها سيما من قبل مستثمر العراق والعرب كبح جماح وباء الفساد وتدخل الجار كما هو كبح وباء كورونا في الحالتين فان اشجار وثمار وحصاد العراقيين يعود مجددا ويفتح الباب امام ثورة الزراعة والصناعة الوطنية التي كانت في سجن يقيد انتعاش العراق اشجار الوطنية قبضا حالة وتعالى عامة mount اشجار الوطنية اشتركوا في القناة